تهيب الإدارة العامة للدفاع المدني إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء التعامل مع الأجهزة الكهربائية وتوصلات الكهرباء وتوصلات الغاز أيضا لما تشكله من مخاطر على الأرواح والممتلكات وأشارت الإدارة العامة للدفاع المدني لأن إجمالي البلاغات الناتجة عن الالتماس الكهربائي وتسرب الغاز بلغت خلال العام الماضي 698 بلاغا المزيد في التقرير التالي مع ارتفاع درجات الحرارة في موسم الصيف والذي يشهد ارتفاع عدد حوادث الحرائق في المنازل دعت الإدارة العامة للدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى الحذر من الأحمال الزائدة للكهرباء وتوصلات الغاز وذلك تجنبا للأخطار التي قد تحدث حوادث الكهرباء كثير عندنا وأسبابها أغلب شيء رداءة الأجهزة يعني نوعية الأجهزة الموجودة في السوق وناس تشتريها طبعا الزبون هذي دائما ينظر إلى السعر الشيء بس ما سعر المنتج بس ما يفكر في الكواليتي أو النوعية الجيدة فكلها الفروقات بسيطة يعني بضعة من الدين ونير لكن هي ممكن تحفظ بيتك فأنت ممكن تشتري لك شيء رخيص لكن يدمر بيتك وتخسر حصائر أكثر من متوقعات حيث لا بد من ضرورة إجراء الصيانة الدورية للتمديدات والأجهزة الكهربائية واستبدال التالف منها وفصل التيار الكهربائي أثناء إجراء عمليات الصيانة وإصلاح الأجهزة والتمديدات الكهربائية داخل المنازل مع عدم تركها مكشوفة كذلك عندنا مشكلة بالذات في العطلة الصيفية للمدارس يعني الأولاد ما شاء الله عليهم سهرون لساعات يعني الفجر أو آخر الليل فترات طويلة في تم الأجهزة شغال الفترة طويلة بالأحصى الرسيبرات هي يعني من أكثر المسببات للحريق معنا عندنا دائما أنا أنصح الزبون أول ما يدخل عندنا أن يأخذ نوع السلك الأصلي ذات الجودة العالية على أساس أنه يتم عنده أطول الفترة الزمنية ويعمر أكثر وما يصير فيه عنده أي مشاكل والأسلاك اللي درجتها تحت دائما تحصلين فيها مشاكل وتحصلين فيها مواصفاتها تعبانة تكون يعني تسبب حريق تسبب التماس كهربائي تسببت غلة النحاس فيها وتكون مخلوطة وهذه الأشياء أنا ما وفرها عندي وتعد حوادث تسربات الغاز بالمنازل من أكثر أسباب الحرائق انتشار خاصة خلال فصل الصيف وهنا لا بد من معرفة طرق الوقاية واتباع التحذيرات المعروفة التي تطلقها الإدارة الدفاع المدني عند حدوث حالات التسرب في توصيلات الغاز لما واحد يشم غاز في البيت أهم شيء أنه لا يطفي ولا يولع أو يشكل أي سويتش كهرباء الشرارة أو الوميض اللي داخل السويتش مع الكهرباء اللي هو ما يبين في الطبيعة يعني لما تركز على السويتش هذه الوميض البسيط ممكن أنه يكون سبب في الانفجار كما تدعو الإدارة العامة للدفاع المدني الراغبين في السفر خلال إجازة الصيف إلى ضرورة إيقاف جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل وأحكام غلق استوانات الغاز وإبعادها عن أشعة الشمس المباشرة إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم